بالمناسبة تشكيل منتخبنا الوطني في مباراة المنتخب الناجيلي سيكون كالتالي بنسبة 99% واحد في المائة دي هقول لكم ليه ممكن يبقى فيها تغيير بس 99% التشكيل اقول له حراركم دوت هو هيكون تشكيل منتخبنا الوطني في مباراة المنتخب الناجيلي حراسة المرمى هيتواجد محمد الشناوي خط الدفاع حراركم عارفينه اكرم توفيق احمد حجازي محمود الوينش احمد فتوح في وسط الملعب هيتواجد حمد فتحي ومحمد النني ومين اللي قلنا لكم من فترة عليه وكل يوم كنا من قرر هذا الامر محمود حسن تريزيجي في مركز رقم 8 في وسط الملعب خط الهجوم السلاسي اللي في الهجوم هيبقوا عمر مرموش ناحية الشمال محمد صلاح ناحية اليمين ومصطفى محمد المهاجم الصريح مرة اخرى تشكيل منتخبنا الوطني في مواجهة المنتخب الناجيلي هيكون كالتالي محمد الشناوي اكرم توفيق الوينش حجازي فتوح فاصل الملعب النني وحمد فتحي ومحمود تريزيجي وسلاسي الهجوم مرموش وصلاح ومعهم او معهما مصطفى محمد ده تشكيل منتخبنا الوطني ان شاء الله قدام المنتخب الناجيلي مباراة كبيرة ان شاء الله مباراة نستمتع بها ليه وتركب 99% مش 100% فتوح جات لقصابة خفيفة في تدريب الاخير للمنتخب لو الاصابة دي منعته او ما قدرش يلحق المباراة مباراة المنتخب الناجيلي فهيكون ايمن اشرف هو لمكان فتوح لكن حتى هذه اللحظة فتوح موجود في تشكيل منتخبنا الوطني الاساسية تشكيل رائع تشكيل مميز تشكيل ان شاء الله يكون تشكيل الفوز في اولى مباراة منتخبنا الوطني في كأس الامم الافريقية